اشتركوا في القناة وكل ما الانسان قرب من ما خلقه الله كلما كان اكثر سعادة ليه الناس كلها بتتكلم عن ما يسمى بالزمن الجميل وكل وقت يقول على الوقت اللي قبله الزمن الجميل لانه كان اكثر اتصالا بما خلق الله زمان كنا نطلع نلاقي الفرس فاركب الفرس الفرس ده حي ده دابة لكنه حي فلازم اوكله واشربه وهنينه وانييمه وانريحه فانا بتعامل مع ما خلقه الله والفناء بتاع البيت ولا كذا فيه خمس ست دجاجات ومعهم ديك علشان اكل البيضة طازق اللي هي بعد كده عملنا عليها مواويل في الأورجانيك وفي الناتشرال وفيه كذا وكذا وكذا اذا انا كلما قربت من الحياة احنا اكثر رفاه لكن مش اكثر سعادة صح فكلما كانت هناك حميمية في العلاقات كلما كان هناك يصح وميصحش وينفع ومينفع عشورة كلما كان الطبق الضوار شغال في المهلبية ولا بتاع الأمر الدين ولا شوية عشورة ولا كذا الاخري ويروح هنا ويرجع تاني ويرجعوه بحاجة دايما مليان دا دا لا دمه وانا بعتت لهم العشورة فراحهم بعتت لي مهلبية فانا رحتم بعتت لهم أمر دي راحهم بعتت لي رزي بلبن ايه الجمال دا ايه دا ايه القلب دا القلب دا لما بيفتقدوا الانسان بيحس بالوحش لما الست بتتقدم شوية في العمر وهي كانت بتلعب كمال أجسام جهازة كله بينهار وده دراساته حاجاته كده وكثير جدا من عقلاء الغرب بيقولونهم يا اخوانا انتوا لي بتعملوا في الانسان كده فراحوا الردين بتعنيوا ايه جي بيقولونهم بس انتوا دلوقتي هديركم 20-30-40 مليون سنة من وجود الانسان ما تسيبوننا كمان 3000 سنة بس يعني عايزين في هذا البلاء 3000 سنة عبال من النتائج تطلع اذا دا كلام مش علمي لان اللي احنا شفناه واللي احنا جربناه واللي احنا عشناه واللي احنا ساعدنا به كان هو دا فانت حضرتك جاي متوهما احنا بيقوله بتقول لي على اوهام من مخاك اه اه وصلت الى اه اه عايزين يهدوا عمود النسب قالوا احنا عايزين التساوي المطلق ومش هنعرف نوصل له إلا مع هدم عمود النسب قلنا لهم يعني إيه عمود النسب مش فاهمين قالوا أنه يعني مين اللي قال ألا أنا ما تجاوز الأم والأخي جاوز أختته يعني مين اللي قال كده قلنا لهم الديانة قال لهم احنا بتقول ما فيش ديانة أصلا وما فيش ربنا أصلا يبقى بتقولوا كدا ديه والنهم طب فيفرض أنه إنته هديت عمود النسب وخليته هدف ده ما مهما يموق έش فيه أسرة قال ما احنا مش عايزين أسره قلنا لهم طب ما هو كده لما ميبقاش في أسره مفيش دين ومفيش ثقافة ما هو بالشكل هتخلفوا اللغة قال ما احنا مش عايزين لغة احنا هننشئ لغة جديدة لمصطلحات جديدة فقلنا لهم ده كده ما يبقاش في دولة قال ما احنا مش عايزين دولة دي المجتمع المدني هو ليقوم بوظائف ما نسميه الآن بالدولة إلى هذا الحد من التطرف سمعناه بأذننا بأذننا ولكن ده ما وصلش لنا لغاية دلوقتي لكنه موجود في الأفلام بس كده المجتمعات تنهار ما تنهار ما يجريش حاجة الفردية فاكرين أنه ده هيؤدي الوهم ده هيؤدي إلى السعادة احنا بنقول لهم السعادة المجربة خير من السعادة الموهومة السعادة بتاعتنا جربتها البشرية وسعيدت لكن اللحظاتك بتقول عليه ده ما نعرفش هو يطص في أني حيطة وإمتى يطص انت كنت عايز تسأل عن الاجتهاد ايه هو السؤال أنا لاحظت أنه مصطلح الاجتهاد ورد في أكتر من مؤلفات حضرتك في العنوان حتى ويجي دايما السؤال البعض بيعتقد أنه الاجتهاد يؤدي إلى شطط وأنه هذا الشطط قد يذهب بنا إلى إنكار وجود الخالق أو إنكار الأديان وجود الرسل والرسالات والبعثات النزول الوحي الاجتهاد قد يفتت الدين ويذهب به بعيدا في الفصل أنا حكيت لحضرتك والعظيمة زميلنا حتى صغبتتك كده أنا مرت برحلة معينة في حياتي وليقيت أن الاجتهاد يذهب بنا إلى ما هو أجمل هو ثبات اليقين هو لها تاريخ وده برضو من أثر موقفنا من التراث التاريخ ده كان أنه المذهب الفقهي كان هو قانون التاريخي كان كده المذهب الشفاية أو الملكية في المغرب أو الحنفية في تركيا وتوابعها أو الحنبلية في نجد وتوابعها ده آخره كان هو قانون ماهما كانش فيه قانون كود مكتوب إنما كان الأمر بيد من ساحة كبيرة بيد القاضي القاضي يجي الحاكم ولي الأمر ويقول له على فكرة إحنا هنمشي في البلد دي بالحنفية يقول له حضر يا سيدنا الوالي ويمشي كل القضاء بالمذاب الحنفية يبقى أنا كراجل دارس حنفية وإنت دارس حنفية وكل البلد دارسة حنفية عارفين القانون بتاعنا وعارفين هنقول إيه ونعمل إيه وكذا إلى آخرين عارفين ده في البيع وفي الشراء في الهبة في الوصية في الميراس عارفين ده في الزواج في الطلاق في القضاء في الشهادة في أي حاجة فكان مكان القانون فما كانش مقدور إنه هنغير القانون وتغيير القانون كان يعمل فتنة فقال له طب أنا عندي اكتاء جديد قال له الروحك يا حبيبي ما ينفعش تطبقه اللي هيتطبق هو المذهب اللي كله متفق عليه حضرتك ليك اجتهاد مع روحك ما فيش مانع بس يبقى الروحك وفضرت هذا الزلال موجودة إلى وقت قريب إلى وقت هواء القرن عشرين فظن الناس أن الاجتهاد ده بيسبب فتنة الكلمة دي لها وعمر ما حد قال كده فالإمام الصيوطي لما لقى إن الناس فهمت غلط راح مألف كتاب ماتع أسماه الرد على من أخلد إلى الأرض وجاهلة أن الاجتهاد في كل عصر فرض ده مش الاجتهاد جائز ده الاجتهاد فرض يعني إيه فرض يعني لو ما مرستوش أبقى آثم عند الله فشوف بقى الفرق الصيوط ده مات سنة 911 وإحنا في 1443 دلوقتي علشان نعرف بس هو ميت أدي له 533 سنة يبقى إذن إحنا مش بنجيب حاجة من مخينا يعني من هوانا كده لا إحنا بنقول الحاجة الفعلية اللي هتصل إليها إذا قرأت الكتاب وإذا قرأت السنة وإذا شفت المجموعة العلمية دي الجماعة العلمية فكرت إزاي هتوصل لنفس النتيجة إن الاجتهاد فرض وإيه كمان في حاجة اسمها انتهاء القسمة العقلية الدنيا كان زي ما هي يعني إيه زي ما هي يعني محمد علي لما كان يسافر اسكندرية هو الوالي الكبير كان زي عمر بن خطاب لما يسافر اسكندرية يعني الأدوات التي تنقل محمد علي من القاهرة إلى الأسكندرية هذات نفس الأدوات بنفس الزمن بنفس الكيفية بنفس المجهود التي تنقل عمر بن خطاب ولا في عربات ولا سكة حديد ولا غيره هي الدواب هي الدواب والزمن كذا يبقى إذن مفيش حاجة اتغيرت اتغيرنا من إمتى بقى من 1830 ل1930 قلت لك قبل كده في المئة سنة دي اتغيرت الدنيا اتصالات مواصلات تقنيات حديثة هم بدروا وراحوا قالوا والله دي الدنيا اتغيرت ندرك الواقع الجديد ده ازاي فراحوا عبنيل ما يسمى بمجموعة العلوم الاجتماعية والانسانية على فكرة مجموعة العلوم الاجتماعية والانسانية دي social science والhuman science كان حتا من فلسفة جوا الفلسفة فلا Поэтому خلوا السياسة الاقتصاد السياسي الوحد والسياسة الوحدة علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم 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 وفى تطلعوها كلها وبقى تخصصات كبيرة جدا وينامت وتراكمت من أجل إدراك الواقع وبقى في حاجة اسمها علم الإدارة وعلم الإدارة دا جاء من كده وبعدين بقى في علاقة ما بين العلوم العلاقات الإنسانية في العمل ما بين الإدارة وعلم النفس فكان اللي درس لنا العلاقات الإنسانية ماهر عليش وده راجل يعني نذكره يذكر فيشكر فكان بيقول لنا لما راح أمريكا ياخد الرسالة بتاعته وقال كانت سنة 34 والعلم دا تعامل سنة 30 علم حديث أربع سنين قال أنا هقرأ كلمتين اللي كتبوا فيهم وأعمل اللي بتاعه هروح ست شهور هكون موجود في البلد بتاعتني مصر فاعد يقرأ سنتين الراجل لما راح له أمين المكتبة وقال له عايز الكتب بتاعته العلاقات الإنسانية قال له أيو عايز يعني فيها قال له عايزة عايزة حطها على المعصة ولا شوف اسماعيل ترابيزة واقعو دا أرى كده قال له طب تعالي وورى له مكتبة تمشي فيها عربية قال له كل دا هي فاربع سنين وقعد يقرأ الأستاذ الدكتور ماهر عليش بدل ما كان هيخلص الدكتوراه في ست شهور قعد يقرأ علشان يستخرج ويعمل حاجة لها قيمة سنتين فكان يحكي لنا الحكاوي دي لما تدرس بقى تلاقي ايه دا دا كله لإدراك الواقع الذي تغير من تلك الأحوال في الاتصالات والموصلات والتقنيات الحديث احنا كان ينبغي ان احنا نعمل حاجة زي كده علشان تبقى أداة في ايد المجتهد يدرك بها الواقع لأن إدراك الواقع من الخمسة بتاع التجديد ما عمنا فروحنا نجيب العلوم دي علشان ما نتخلفش عن الخلق ايو فاجبنا العلوم دي مليانة مدارس مختلفة ونظريات مختلفة وتطورات مختلفة فأرينا الواقع بعيون غيرنا يبقى احنا في ورطة حضرية طبام احنا ما اجتهدناش لأنه ما اجتهدناش احنا في ورطة حضرية لأنه احنا ما انشأناش الاداة المعينة للاستاذ المجتهد حتى يعطينا خلاصة الرحيق عندما اخذه من التراث وكده مش هيعرف يطبقه إلا بكده وبذلنا مجهود كبير جدا في هذا المجال من التمانينات لغاية دلوقتي اربعين سنة وإحنا عادي نبزل في هذه النقطة بالذات لوضع اسس وكيفية وكده إلى آخر عدد المؤتمرات اللي عملناها في الاربعين سنة دي كتير عدد الدراسات اللي قدمها كتير انا مش عايز اقول لك ارقام لانها ارقام هائلة فإحنا لا احنا ما متناش لكن ايضا ورانا شغل كتير يكفي اربع وعشرين ساعة كل يوم لمدة طويلة من الزمان ف نعم ولكن لكن ايه نعم نحن في حاجة إلى الاجتهاد نعم نحن في حاجة إلى التجديد نعم نحن في حاجة إلى توليد العلوم نعم ولكن نحن في الطريق نحن نسير لكن زي ما قلتلك في أول الحلقة العربية ماشي بدل ما تمشي بمائة وعشرين كيلو بتمشي بخمسين كيلو باربعين كيلو ماينفعنيش الكلام ده احنا عايزين ننجز وعايزين نوصل العيب في البنزين ولا في اللساء العربية ولا في مطور العربية أنه مكلبش معي يعني النفسية والعقلية والنفسية يعملوا الشخصية فأنا عايز شخصية ناضجة المنتج بتاعي يكون شخصية ناضجة فلا بد عليها من أن نطور العقلية وحسنها بالثقافة بمناهج التعليم بالتدريب وكذلك النفسية بالنظام الأخلاقي أدركوا هذا الكلام بس برضو أسوه بمقايز تانية فيقول لك الإيكيو والآيكيو الآيكيو الإنتليجنت كوشن معدل الزكاء قوة ربط المعلومات يبقى لازم يكون عندك معلومات ولازم يكون عندك زكاء قادر على ربط المعلومات لكن لما قسنا الأولاد بالآيكيو لفترة كده قولوا نعليده لا ما ينفعش وشوقي بيقول إيه في الكتاب وكان منجب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم ينجب يطلع الأول أو شاطر أو بعدين يجي يتصد مع الناس ما يعرفش وكان منجب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم ينجب لو قصيدة حلوة كده اسمها كتابي والبيت ده اللي قبل الأخير فيها إيه الحكمة دي اللي ربنا نور قلب شوقي إنه هو يقولها فتلخص لك الحال فراح عاملين الإيكيو الإيموشن كوشن يعني المعدل العاطفي مش فقط بالعقلية تقوم الشخصية لا عقلية ونفسية دي لها خطة طويلة عريضة ودي لها خطة طويلة عريضة فلما تيجي تقول لي من المسؤول ده يعني إيه يعني اختزال شوية للقضية الكبيرة دي دي قضية كبيرة وضخمة كل الجهات كل المؤسسات المعنية كل الأمة مسؤولة عن إنها تؤيد هذا وتدفعه وتسهله وتنفق عليه وتصبر عليه لأنها مسألة هتنقلك في حتة تانية خالص هتبقى صاحب حبارة طيب أنا هستأذن هروح لفاصل وفيه في مخي سؤال أظن وسؤال كبير واسع الأسس أو اللي أدى إلى وجود مهضة علمية وحضرية لدى الأمة الإسلامية كانوا هم فقهاء وعلماء وتبحروا في علوم كثيرة فظهر ابن سينة وظهر القوارزمي وابن الهيسم وابن النفيس وهم في الأصل ناس نشأوا على نشأة دينية وعلماء وتفقه ولكن تبحروا في علوم الدنيا كمان على ما يبدو لسبب أو لآخر قد أجهلوا ويمكن أكيد حضرتك تعلموا إنه هنا حصل حقق ما فصل ما بين الدين والعلم أو خلق معركة مش المفروض إنها تبقى موجودة فيحاول كثير من المتدينين في حتتنا منطقتنا ينكروا العلوم ويحاول الكثير من أصحاب العلوم اللي بر منطقتنا ينكروا الدين هل يتناقد الدين مع العلم أو إنه على سبيل المثال تظهر صيحة لفترة ما يقولوا مثلا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عشانا أكون صريح أنا ضد الفكرة دي خالص ليه الربط يعني ما يأتي به رب العزة لا يجب دائما أن يفسر بتفسير علمي تبقى لما نعرفه في علومنا الحاضرة ليه الربط على كل وارد يطلع يوسف غلطان أو وارد جدا هنروح لفاصل ونسمع من مولانا العلامة الدكتور علي جمع استنون وليس من أجل التفلسف لكن هو فعلا سؤال طول الوقت يفضل شغال في الأدمغة ويمكن السؤال ده سألوا عالم مهم جدا في الدنيا اسمه ونيل دي جراس وهو عالم فيزياء كام أو ميكانيكا كام شهير جدا في الاتحال الأمريكية وعنده برنامج مهم على الحكاية دي فكرة الخلافات والصراعات الفكرية ما بين الدين أو المتدينين واللا متدينين أو اللا دينية ما بين العلم وما بين ما أتى به الرب ربنا سبحانه وتعالى حصلت معركة ليه نشأت وليه ظهرت وليه من ناحيتنا اعتبرنا أنه بتوع العلم دولها يبوزوا الدين وليه من ناحيتهم اعتبروا أنه بتوع الدين سوف يوقفوا مسيرة العلم يعني أنا مش مش شايف ما تقوله سيادتك عند المسلمين المسلمين الشيخ الشابراوي لما دخلت الحملة الفرنسية عندنا هنا الشيخ الشابراوي كان بيدرس في عصره في الأزهر لما الحملة دخلت سبعين علم ملهمش دعوة بعلوم الشريعة 1798 دكتور 1798 كان يدرس في الأزهر سبعون علما منهم الطب منهم التشريح ومنهم الفلك ومنهم الرياضيات العليا حضرتك عبد الرحمن الجبرتي صاحب التاريخ أبوه اسمه حسن الجبرتي فحسن الجبرتي كانت تأتيه الطلبة من فرنسا من أجل دراسة الرياضيات العليا على يديه وكان يدرس ذلك في بيته بجوار الأزهر والأولاد دول كانوا شغالين جواسيس اللي هما تلامزت الجبرتي ورسموا للويس الشواطئ بتاعة المصريين بقوا يسافروا سكندرية ومرصة مطروح ومش عارف إيه عشان يرسموا الشواطئ شكلها إيه وفين الحصون وفين القداع وهنا قلعة قائد باي وهنا بتاعة مش عارف إيه علشان يعملوا حسابهم وهم جايين حضرتك لما الحملة الفرنسية جات لاحظ حسن العطار إن هؤلاء معاهم تنظيم حتى في الجيوش مش عندنا المماليك أكل عليهم الظهر وشرب وشرب وهم قوة واستطاعوا إن هم يغلبوا الفرنسوية في الصعيد وكده ومش عارفه ويغلبوهم في عكة ويرجعوهم تاني لكن الفرنسوية منظمين بطريقة عجيبة لفتت نظر شيخ الإسلام وشيخ الأزهر حسن العطار وبدأ يفكر هؤلاء معهم مفتاح وكانوا نسموه المفتاح معهم مفتاح مش معانا المفتاح معناه العلم والساينس فيه مفتاح معاهم يا أولاد مش معانا إيه هو المفتاح ده مش عارف عندهم كيميا عندهم فيزيا عندهم جدول العناصر الزرية مش حاجات كده فجاب رفاق الطهطاوي وقال له تروح مع البعسات وتوصف لي كل حاجة علشان نبحث عن المفتاح لأن المفتاح ده ممكن يكون من كتاب الله المسطور أو ممكن يكون من كتاب الله المنظور فإحنا ما عندناش إشكال أصلا في الديانة ما بين الكتابين حلو لأن عندنا قرأتين قالوا إيه اقرأ بسم ربك الذي خلق الكون اللي حوالي خلق الإنسان من علق اقرأ الله ده 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 فيه قرأة تانية وربك الأكرم الذي علم بالقلم إيه بقى القلم ده نون والقلم وما يسطرون اللي هو كتاب الله المسطور اللي هو القرآن فأنا عندي كتاب الله المنظور وكتاب الله المسطور وكلهما من عند الله قال له الخلق والأمر الخلق اللي هو الكون والأمر اللي هو الوحي تبارك الله رب العالمين يبقى إذن اللي اتنين صدروا من الله الوحي من عالم الأمر والخلق الكون ده كله من عالم الخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق اللذين من دونه فالكتابين مين اللي قال الكتابين دول محيدين بالعربي مين اللي قال الكتابين دول الرازي فخر الدين الرازي هو اللي سم كده المنظور المسطور دي أور ودي أور علشان تبقى موزونة مع بعضها يعني عبر التاريخ الإسلامي ما احنش مش بنخترع دلوقتي حاجات علشان نرد بيها على فلسفات حديثة لا ده داء الفهم نفسه بتاع ان الرحمن علم القرآن بدأ هو بالوحي خلق الإنسان علمه يبقى إذا بدأ هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق بدأ بالكتاب المنظور ثم تن بالمصطور وهنا بدأ بالمصطور ثم تن بالمنظور يعني يعني دول دائرة واحدة وكلاهما من عند الله من عالمين هذا عالم الأمر وهذا عالم الخلق وده معناته أن المسلم يفترض ابتداء أنه ليس هناك تناقض ما بين العلم اللي الساينس ده اللي في صغورس هيقول لي حاجة بعدين نيوتين هيوسعها شوية وبعدين أينشتين هيوسعها أكتر وبعدين كوينب هيوسعها أكتر ما يوسعها ده إحنا عادين ربنا أعلم الإنسان ما لم يعلم لما يجي يقول لي وقل ربي زدني علما ويطلقها كده مش علما في الشريعة بس ولا في الفقه بس لما يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلمون إيه مالش فيقول ابن جني يعلمون أي حال مستوى العلم غير مستوى عدء الجهل في في الطب في السياس في أي حال تخطر في بالك فقال كلما قلت القيود كثر الموجود كلما ابن جني في الخصائص كلما قلت القيود يعني هو لما قال إيه قل هل يستوي الذين يعلمون ما قال ش يعلمون ما فيش قد بقى يقول يعلمون ربنا يعلمون الشريعة يعلمون كيف كيفية الحياة ما قال يبقى كله ده يبقى ينفع وكثر الموجود يبقى أفراده كثيرة جدا يبقى يبقى إذن قد القرآن يقول وقل ربه وما قتيت من العلم إلا قليلا ده معنته مع المحبرة إلى المقبرة يعني ما هو أنا دلوقتي معايا ألف معلومة ما هو فيه مليارات المعلومات يلا هات أكتر مليون ما هو فيه مليارات المعلومات هات أكتر مع المحبرة إلى المقبرة ادي الاسلام و ادي النصص بتاعته اللي بتقول انه ليس هناك تناقض اصلا المخ المسلم يرفض التناقض الاصلي ما بين كتاب المصدور و كتاب المنظور طيب اذا كان الامر كذلك ايه اللي يخلي بقى داعش و واغش و الارهابية يفهمك لان هم عندهمش تصدروا قبل ان يتعلموا من قبل يا مولانا اذا سمحتلي حضرتك خلي بالك ده مشرب موجود من ايام التابعين والله على السلام تكأ ده اللي قتل علي بن ابي طالب واحد حفظ القرآن اللي قتل سيدنا عثمان واللي قتل سيدنا عثمان ما نعرفوش لكن اللي قتل سيدنا علي ابن الملاجم لعناته الله عليه ايه كان عنده كتف في اليامن اه وده جاي لا الصنف ده موجود طول الوقت طول الوقت ليه طب هو حفظ القرآن لكن كالحمار يحملوا اسفار نبقى سمتها للقو طب ما هو ربنا تكلم ايه كده في القرآن الكريم كمثل الحمار يحملوا اسفار كمثل الحمار يحملوا اسفار هو مش فاهم حاج يجي بقى الشيخ بخيط مفتي الديار وحمي الزمار 1920 كان مفتي 1920 يجي ويقلف توفيق الرحمن كتاب ضخم كبير كده بيرض فيه على من لم يدرك ان كتاب الله المسطور والمنظور من عند الله كده او ايه طيب ممكن استأذن نروح لفاصل وافهم من حضرتك ما ورد عن الشيخ بخيط نحاول نفهم ازاي قدر انه يقول للناس يشرح انه الاتنين مع بعض واحد مترافقين متلازمين توقمين ملتصقين اذا صح الكلام بس برضو بعض افكر ما هو احنا توقف العلم عندنا العلم العادي هندسة والفيزياء والكيميا الاخره مئات السنين حتى وهي تدرس حتى وحسن الجبارتي يعلم الناس علوم الجبر هو اسمه الجبارتي عشان كده كان هيعلمهم هذه العلوم في الرياضيات العليا ايوه لكن توقف في حاجة غلط في حاجة مش مظبوطة خلت العالم جري واحنا وقفنا مكاننا فاصل ونكمل الكلام ولان الاسئلة كتير فدي اكيد مش اخر حلقة على كل احنا لازم نجدد الترحيب وضفنا العزيز مولانا العلامة الدكتور علي جمعة وكنا بنتكلم على مولانا الشيخ بخيت ماذا قال في تلازم المسطور والمنظور؟ كتاب كبير ضخم اكتر من 300 صفحة من القطع الكبير لكن رد فيه على كل من يتوهم غير ذلك لانه فيه من يتوهم انه واحنا مان نوما للعلم فيه من يتوهم فهم خطأ لكثير جدا من الايات هي بالعكس بعكس فيه من يتوهم ان العلم هنا واقول رب زدني علما يعني العلم بالشريعة فقط وغير ذلك دي نوع من انواع المشارب والثقافة السيدة وليس نوع من انواع العلم ووجهة النظر والرؤية لموجودة بس الفرق بيني وبين حضرتك ما تخذنيش اتكلم بصراحة انت لابس النظر السود وانا مش لابس النظر السود لما الاقي انه الغايد دلوقتي وانا كله دا وانا اكد اننا نحتاج الى الانطلاق بمية وعشرين وان احنا ماشيين باربعين لكن انا بقول لك احنا معانا كل حاجة قادرة وان هي عايزة الهمة وعايزة دا في اغنية حلوة بس معها كده اللي معناها انه يا جماعة قالولي انت مش هتنجح على فكرة انت مش قادين انجحت ازاي اقول كذا وعندي واحد زي نجيب محفوظ خدل جايزة نوبل واحد زي احمد زويل غير راجع العالم شوف انا بقول لك من 1830 ل1930 اكتشفنا كل حاجة من 1930 ل2030 ما عملناش حاجة قاعدين نطور فيما اكتشفناه لغاية ما جاء احمد زويل واحمد زويل راح جاب الفيمتو ثانية هو والفريق بتاعه وخد عليها بتاعة نوبل دي ايه رأيك بقى ان دي اتغير وجه البشرية لانها هتخليني اشوف بعناي التفاعلات الكيميائية الخلية ازاي بتتصارطن اللي مش عارفة حاجاتها تكشف لينا كانت مجهولة دي تساوي اختراع المجهر شوف انا المجهر ده شوفنا بقى فيه الخلية وشوفنا فيه احكاز ايه داخل المجهر ايه تليسكوب يشوف الاجرام ومايكروسكوب مايكروسكوب يشوف الحاجات الضيلة لا الفيمتو ثانية بقى اتعايش نعيشة تانية هتخلينا اكتشف ايه السبب السرطان وايه السبب اللي مش عارفه هتخلينا اشوف بتاع ده من الكورونا ده اللي احنا قاعدين ايه نتخيله فلا لا 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 دي هتقلب وجه البشرية ده انه استطاع انه هو يجيب الفيمتو ثانية دي وكأنه بيصور هذا احنا ده احنا ما عندناش هذا الرجل ده مصري على فكرة وانا كنت حريص اني اصلي عليه لما انتقل لانه لانه ده رمز مش فقط لمصر ده ده علامة فارقة في البشرية فالله يخليكو لا احنا كويسين ولكن ماشين باربعين عايزين نمشي بمئة عشرين لا احنا كويسين ومصر مختلفة وما زالت مختلفة عن سائر البلدان هذه العقلية المصرية التي يمكن ربنا خلق فيها جينات ربنا ذكر مصر يا اخوانا خمس مرات لا تذكرش الحرامين بالشكل ده وفي اكتر من 30 مرة بالاشارة وكده وهذه الانهار تجري من تحت يعني هذه الانهار ده بتاع الدلتة دي والنهار ده وبعد كده بالضمير بقى بمرجع الضمير في القرآن يبقى ذكرها 80 مرة لا هي بلد عجيبة غريبة فاحنا عايزين يعني ايوة ننتقد نفسنا ايوة نشتغل ايوة نغير ايوة نبدأ ايوة ندفع ايوة نبحث عن كل نواقصنا ونعملها بس احنا مش ارض ارض لا احنا مش ارض ارض جمعتك ذكرت بس احنا ماشينا على اربعين ايوة نعم يعني انا اقول حضرتك يعني انت بتقولي دلوقتي اللغة العربية مثلا كانت لغة العلم كانت لغة العلم وده صحيح الدكتور الرشيدي بيك قال لي في كتاب في اربع مجلدات باللغة العربية فضل الطب يدرس باللغة العربية وكان بيصحح وكان الطب ده في ابو زعبل اللي هي على ايام في التسعة عشر فضل غد ما دلوا بجيه ودلوا بخلى التعليم باللغة الانجليزية لمدة اتناشر سنة بس علشان البحث كان باللغات بتاعة الغرب هم كانوا بيبحثوا وبيتعبوا وبيقلفوا وبيكتهدوا وإحنا بدأنا ننقل طبيعي لانا كنت ننقل اللغة بتاعك قطية تانية خالص غير اللي بقول لحضرتك عليها ده أنا بقول لك الف تسعمائة وسبعة انتهى مشروع دلوب من اتناشر سنة درس الاولاد في ابتدائي بالانجليزي كل المواد فحضرتك دي محاولة احنا استعمرنا والاستعمار ده أنا مش عايز زرمي كل حاجة على الاستعمار ولكن مع هذا لا كان ليه تأثير سيء بس خليها نتفق على كده ماشا ولذلك ده الناس احنا احنا اول ناس نعمل مجمع اللغة العربية احنا اول ناس نعمل مجمع البحوث الإسلامية احنا اول ناس نعمل نقل من المشيخية للأكاديمية احنا اول ناس لا احنا مؤسساتنا الحقيقة شغالة انما باربعين طيب أنا اقول لك حضرتك حاجة ما عليش مجمع اللغة العربية نجح في اصدار قانون من زمان مجمع اللغة العربية اللي عملوا للملك فؤاد الله ارحمه فنجحوا في اصدار قانون بان لافتات المحلات لا تكون الا باللغة العربية وانه لا يجوز كتابة حاجة اجنبية الا في قدر ثلث المساحة طيب انزل دلوقتي هذه الشوارع هنا وهنا 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 في الاسواق المختلفة والقانون شغال القانون ما تنسخش القانون ما صدرش ضده قانون تاني ولا زال ولا اي حاجة ايه الحالة دي بقى سيبنا بقى ابن الحكاية دي علشان البحث عن الهمة البحث عن الثقافة السيدة البحث عن هو ايه اللي بيحصل فتح مدارس لكل ثقافة الدنيا ده دي كندا دي يابانيا دي انجليزية دي فرنسا دي امريكية دي كذا الى اخرية ده توحيد القضاء وتوحيد التعليم من قصص النهطة حضرتك احنا لفين الدنيا شرقا وغاربا روح اليابان بيدرسوا ياباني ما بيدرسوش انجليزي كانوا يقولونا زمان ان ده الياباني تلقات عارف ست سبع لغات روحنا لانهم ولا الانجليزي حتى عارفينه فحضرتك الياباني ده اللي هو الياني بيمرمط او الصيني كل حاجة بتترجم وبتترجم فورا وهذه بيعتزوا بلغاته لا فرنسا ولا المانيا ولا الصين ولا اليابان تخلت عن لغاته فتدريس يكون ان انا بتكلم عربي والعربي لغة ثرية وواسعة العمق وبعدين اسيبها علشان اتعلم انجليزي ماهوش اتعلم انجليزي مش كده ولذلك كثير اختبر الاولاد بتوع الانجليزي دول اللي هم في مدارس انجليزي ماهوش عارفين انجليزي لا انجليزي ولا عرارب فيبقى احنا فيه غلطة في التعليم جاية من الانضباع بالغرب وبثقافة الغرب وبكده الى اخره والامم المحترمة وديني ضربتها امثلة لها المانيا وفرنسا واسبانيا ويطاليا الصين اليابان كوريا ما عندهاش اطلاقا لغة تانية عندها لغتها والترجم ما فيش مانا احنا احنا قلب مفتوح عقل مفتوح فاحنا محتاجين ان نراجع هذا المدخل طب احنا محتاجين حلقة بقى كمان اصلا الحلقة دي خلصت وانا بدعو الله سبحانه وتعالى ان يقيمنا انا وانت ان شاء الله على طريق الخير وفعل الخير لعلكم تفلحون واصل الكلام مش ينتهي ودي بقول لك قضية امة ودي احنا القينا الجدوة ولعلها ان تنير وان تجد قلوبا منفتحة اذانا منفتحة عقولا منفتحة وتعلم اننا لا نريد تحلية الامور ولا نريد الدفاع بقدر ما نريد ان نتقدم وان تأخذ هذه البلد حظها الانسب في الريادة والقيادة وان تأخذ مكانها الذي ارادها الله فيه اللهم امين وعشان كده احنا لازم نخمس عشان الحسد وحش في امو خمس حلقات ما تكسفنيش هو بعده بكرة والخمس التلاتك جاي بقنات قبل اقول لي ايوه ما تكسفنيش حاضر ربنا يخليك لينا يا مولانا وان انا طبعا لازم انفس ننظرة سودا ومولانا يارى الامور بشكل مصر لا مش القضية كده انا مش عايز الناس تفهم من الاسئلة انه فيه نوع من انواع اليأس انا تملي احب التفاؤل حتى اكون قادرا على العمل وقادرا على انا عارف ان انت رجل اعلامي قدير وانه ده بتسير به الموضوعات واحاول ان انا بنقل شعور للمشاهد انه لا احنا فيه امل وفيه مقدرة وان شاء الله نكون على الخير سويا وربني سهل وابوني الاسلام على خمس ايوه فيبقى التلات الجاي خمستنا بإذن الله سبحانه وتعالى يا بختنا نورتنا وشرفتنا وعرفتنا كمجرد العادة مولانا كل الشكر لمولانا الدكتور العلامة الدكتور علي جمعة لمواصلة حدثنا عن التجديد في الخطاب الديني استنونا التلات الجاي ان شاء الله سلامت